يوم أول في الجولة الثالثة دون قزع بعد التعليمات الأخيرة التزام أم انضباط أم ماذا؟ والله شوف الحقيقة أنه أمر القزع حقيقة المفترض أن يكون يبادرون الأندية ومسؤولين الأندية لإخبار اللاعبين وخاصة الأجانب في مثل تلك النماذج السلبية داخل الملاعب السعودية الحمد لله اليوم شاهدنا الجميع ملتزم ونأمل إن شاء الله أنه دائما يكونون اللاعبين في محل الالتزام لأنه دائما ليس بضرر أن تكون ساحات الملاعب هي ساحات للأبهار والتقليعات في الشعر وغيره من الرسومات أو لبس الأشياء الملعب هو للعب والفن والمتعة أمام الجماهير وليس لأشياء أخرى حيسل ما أدري أنا أنحاز أحترم طبعا جميع القرارات اللي يطلبون بأنه يكون فيه احترام للخصوصية طبعا هذه ما فيها أي مجال ولا فيها أي مجال للنقاشة والشيء لكن السؤال يعني إذا كان الخوف مثلا من قزع فكتور على سبيل المثال أنا جايب هذا المثال يعني إيش التأثير رح يكون تأثير على النشأ وعلى المشاهدين فهم ينظرون هذه الأشياء من خلال التلفزيون من خلال الإنترنت في كل مكان يعني هي ليست الملاعب هي من تربيهم أو تعلمهم أصحب للخطر بما يمكن أن تتحكم به بس على الأقل يجب أن نعرف أن هؤلاء جانب أتوا يعني إلى أو يعني العقد اللي بين أو بين قدومي للمملكة العربية السعودية هي كرات القدم ليست أشياء أخرى يعني هذه الأشياء إحنا لما نطلع براء على سبيل مثلا منتخب سعودة أولندية تلعب في هذه الدول اللي نختلف معهم في بعض عاداتهم من تقاليدهم وهم يحترمون عاداتهم من تقاليدهم طبعاً مو ماناتوا يفهم خطأ بخادة عشان بس تكون تكون واضحة إحنا ما نقدر نسيطر هذا هذا المقصد من كلامه ما تقدر نسيطر يعني الأجنبي ما تقدر تكون لشيء الوشم إلا لأييده نتكلمه بصراحة يعني سواء كان في أي نادي اليوم أحد من أعتز بهم كثيراً قال لي لماذا لا تطرحون أن عقود اللاعبين ألا يمكن أن تجتمل على هذه الاشتراطات أن يخضع لكل خصوصية تخص هذا المجتمع يعني أنا أعتقد أنه آخر تصريح الفكتر سيما أستتكلم أنه أنا أحترم هذا البلد وأحترم قانونه على هذا الأساس يعني هو غير قصة الشارع أنا أتكلم في المجمل وليس على هذا الموضوع أنا تسألني مثلاً فيا صدر جيفان أنا أقول لك شكل فكتر قصته يعني بغض النظر من عاداتها والتقاليد شكلها ما كان حلو بس بالأخير هذا حريش يا صينت ما تقدر الطالبة تقول له سلطان بأكل من نصف دقيقة إذا كان لك تعليق على فيصل سريعاً أنا أخالف حقيقة زميل فيصل لأننا إحنا لدينا الله عزنا بالدين وخصوصيات الدين هذه ما هي عادات وتقاليد هذه من تعليم الدين الإسلامي ومن أوجه التحضر الإسلامي الذي يبني أن الإنسان يظهر بصورة جميلة جداً وغير مقززة ما يظهر في بعض القصات الشعر وبعض الرسومات وبعض الإحاءات هو شيء مقزز حتى للإنسان يجب أن نعطي هذا الأمر أهمية كبيرة جداً نظراً لأننا إحنا مقصنعين فيه داخلياً وليس لأنه والله لا هذه عادة وهذا ما نقدر نخليه لا هو اعتقاد يعني مصرين على أنه اعتقاد صحيح جداً واعتقاد بناء وإجابة ونمارسهم من خلال عقيدة الإسلام وهذا حق من حقوقنا نعم